لم يكن مفاجئاً لمن كان يرصد المتغيرات داخل بنية الدول العربية ومكوناتها الاجتماعية أن تدخل المجتمعات العربية وسلطاتها السياسية في طور التحلل والانقسام فالسلطات السياسية كانت عاجزة عن إنجاز مشروع اقتصادي تنموي يحقق العدالة الاجتماعية وكانت عاجزة أيضاً عن وضع أسس نظام سياسي ديمقراطي يضمن حقوق المواطنة والمشاركة السياسية ويضمن وحدة الدولة وتماسكها الاجتماعي تراكم الأزمات الداخلية وتهميش القوى السياسية والمدنية وتدمير الطبقة الوسطى الحاملة مشروعات التغيير وتحرير الاقتصاد وضعه في سياق يتحكم فيه أصحاب القرار السياسي أسس إلى الاستلاب والاغتراب والتخلع الاجتماعي والاقتصادي وأسهم في تعميم ثقافة الخوف وتعميقها وفقدان الحكومات حواضنها الاجتماعية إن أكثر ما تخشاه حكومات الدول العربية هو الحراك الشعبي لكونها تفتقد إلى الديمقراطية وتعاديها داخل حدودها السياسية وخارجها وتفرض على مجتمعاتها التخلف والإفقار والتهميش إذ إن بنية الدولة فيها تتصف بالهشاشة التي تجعلها سريعة التداعي أمام أي حراك سياسي شعبي وقد بات واضحا أن إشكالية التحولات التي يشهدها المجتمع العربي تدور بين أزمة بنيوية سياسية واقتصادية ومجتمعية داخلية تتعلق بنمط الدولة وتركيبتها وبين عوامل خارجية دولية وأقليمية متداخلة هذه العوامل كونت مدخلا لنشوء أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عامة تدفع بقوة إلى انهيار أنظمة الربيع العربي ومجتمعاته ودوله وتحللها الجامعة العربية وعلى الرغم من توفر الإمكانات والموهلات التي تعزز تفعيل العمل المشترك في إطارها القومي مع طول التجربة والخبرة التي عاشتها إلا أنها أخفقت في توحيد الصف العربي وبقيت مشلولة في حسم القضايا الحساسة ولسيما القضية الفلسطينية وحتى رد العدوان على الدول الأعضاء كحالة العراق مثلا يبدو أن الجيل العربي الحالي يعيش المراحل الأخيرة لانهيار النظام السياسي الذي حكم المنطقة منذ عقود خلت بما لم يحفظ سيادة للدولة ولا كرامة للمواطن بل عمل على ضياع الهوية العربية وإلى أن يولد النظام البديل يجب على شعوب المنطقة أن تتعايش مع آلام المخاض التي تعصف بها على هيئة أزمات والاضطرابات